أهلاً وسهلاً بكم يا أصدقاء في درس جديد من دروس تعليم إنكسكيب البديل المجاني لبرنامج أدوبي إلستريتور وفي درس النهاردة هنتكلم عن الفيل والستروك أو اللون الداخلي لأي شكل أو لأي نص والتحديد الخارجي بتاعه واللون الخاص بي فيلا بينا نبدأ في فيديو النهاردة أول حاجة هعملها أن أنا فتحت طبعاً برنامج إنكسكيب بالشكل دوت وتكلمنا على التحميل بتاعه على الجهاز والأساسيات بتاعته في الفيديو اللي فات هسيب لكم الرابط بتاعه هنا وتحت في صندوق الوصف وهبدأ أرسم بعض الأشكال اللي هنشرح عليها الدرس بتاع النهاردة أول حاجة هرسم مستطيل بالشكل دوت كده وهرسم كمان نجمة بالشكل اللي انتو شايفينه ده ويختار من هنا كده وبعد النجمة ديت كده شوية ودلوقتي بقى هنبدأ عشان نشوف هنعمل إيه طبعاً أساسياً يعني كده أو في البداية إحنا عارفين إن إحنا عندنا كل الألوان ده تحت كل اللي عليها يعمله إن أنا أختار الشكل اللي أنا عايزيه ولكن ما سنختار الشكل بتاع النجمة دوت ويختار أي لون يعجبني من الألوان المتاحة عندي تحت بالشكل دوت طبعاً كمان متاح عندي إن أنا أعمل للشكل دوت خلونا بس نقرب عن طريق إن إحنا نضغط زائد على طول من الكيبورد عشان نعمل زوم كده على الشكل بتاعنا هنضغط نقص عشان نرجع لورا شوية وعندي الشكل دوت ده اللون الداخلي بتاعه اللي بنسميه في الكالر وأقدر بقى إن أنا أختار لون خارجي للشكل بتاعي عن طريق إن أنا وأنا ضغطة عشان أغير لون واخلي مثلاً لون باللون دوت خلونا خلي لون فاتح عشان يبقى أوضح ادي لون فاتح بالشكل دوت وطبعاً تحت هنا هلاقيك كتب لي الموصفات بتاعت الشكل بتاعي إن دوت بتاعه وإن دوت اللون بتاعه بتاعه أقدر بقى إن أنا أفتح بتاعة بتاعت الفيل والستروك كالر عن طريق أكتر من طريقة وأنا محددة الشكل بتاعي من القيمة بتاعت اختار هنا كده هتطلع لي القيمة بالشكل دوت عندي تاني برضو خلونا هنا نعمل إن أنا أضغط يمين على الشكل بتاعي وأختار هنا كده برضو القيمة بتاعتي هتطلع لي وعندي كمان وهو إن أنا من هنا كده من غير ما أضغط على أي قوام أو أي حاجة أستخدم والاختصار دوت اللي هو شفت مع كونترول مع اف عشان تطلع لي القيمة بتاعت الفيل والستروك كالر ديت كمان عندي اوبشن آخر هو إن أنا أضغط هنا كده ضغطة واحدة على الألوان اللي موجودة تحت اللي قدام الفيل والستروك برضو هتطلع لي القيمة بتاعت فيل اند استروك بالشكل اللي قدامكم دوت أقدر بقى أعمل إيه بالقيمة ديت عندي اوبشنز كتيرة جدا واختيارات متنوعة أقدر إن أنا أغير فيها زي ما أنا عايزة وإحنا مقفين هنا كده في القيمة بتاعت الفيل ديت اللي متحكم فيها في اللون الداخلي لأي شكل عندنا هننزل دي كده هلاقيه هو مختار لديفولت أو يعني افتراضيا الكالر ويل هلاقي ديت الكالر ويل بتاعتي الكالر ويل بتاعتي قدر أتحكم فيها إزاي زي ما إنتوا شايفين لو أنا هنا كده قدر إن أنا أختار اللون نفسه يعني أفضل ألف المثلث دوت كده لحد ما أختار اللون نفسه من عجلة الألوان بتاعتي وليكن مثلا هاقف عند اللون دوت لما بقرب من اللون دوت كده اللون بشكل أساسي وبن غير إضافات أو أي سيح أو تغمين لما برجع كده هنا هلاقي الطرف الثاني من المثلث أو الزاوية الأخرى من المثلث هي اللون الأبيض خام من غير برضو هي إضافات والطرف الآخر من المثلث هو اللون الأسود لما أجي عفو بين الأسود واللون الأصل التاعي هلاقيه بيعمل لي ميكس بين اللون دوت اللي هو اللون كده الأحمر الفوشي دوت واللون الأسود لو أنا وقفة بين اللون الخاص بي اللي هو الفوشي أو البينك دوت وقفة بين وبين الأبيض هلاقيه بيعمل لي ميكس بردو كأننا بنخلط اللونين على بعض طبعا هنا لو أنا وقفة بين الأبيض والأسود هلاقيه بيعمل لي درجة من درجات الرمادي طبعا من هنا هلاقي عندي اختيارات أخرى زي مثلا أن هنا أنا دلوقتي وقفة في الأوبشن بتاع الكالر ويل اللي هو مكتوب هنا اتش اس أل أقدر مثلا أن أنا أغير في الألوان بصيغة أوجي بي وأوجي بي هي الأكواد بتاعت الألوان الخاصة بالحاجات اللي بتظهر على الويب أو الحاجات اللي بتظهر على الشاشات زي شاشة الكمبيوتر والأر بيكون اختصار للون الرد والجي بيكون اختصار للون الجرين الأخضر والبي بيكون اختصار للون البلو فلما بغير بقى هنا كده في الألوان بعمل زي ميكس بين التلات درجات دول عشان أوصل للون اللي أنا عايزين طبعا عندي برضو بتاع الـ CMYK وديت الألوان الخاصة بالطابعات أو الـ printers professional هي اللي دي الأكواد الخاصة بالألوان ديت وعندي اختيارات تانية بس أنا بحب أستخدم الـ color wheel بتاعتي ديت هنا برضو لو أنا مش عايزة ألعب في العجلة بتاعت الألوان أو مش عايزة أن أنا ألف فيها قادرنا أنا ألف هنا وهلاقي أن العجلة بتاعت الألوان أصلا بتلف أوتوماتيك معايا لو حاسة ان الالوان بتاعتي هنا كده اوضح وهنا برضو عندي حاجة جميلة جدا وهي انه اقدر اضيف الكود بتاع اللون بتاعي يعني دايما الالوان بيكون فيها اكواد زي المشاريع اللي عملناها مع بعض قبل كده سابقا وقال لكم اكواد الالوان هتزهر لكم على الشاشة دي كده هنا اقدر اضيف الكود بتاع اللون اللي انا عايزين ومن هنا بقى كده هلاقي عندي الاداة ديات اللي هي لو انا عندي صورة مثلا معينة وعيز اخد منها اللون حتى قدر ان انا اخد اللون الرماضي حتى هنا اللي في الخلفية اقدر ان انا كمان اختار الاداة دي التاني زي الاداة كده بتاعت الايدروبر اللي فيه ادوب إلستريتور واختار اللون الاحمر دوت هيخد لي نفس ال في الكالور بتاعه وهنا بقى اقدر اتحكم في البلار يعني لو عايزة الصورة بتاعتي بقى تبقى زي من غبيشة كده شوية وقدر اقللها طبعا لحد ما رجعها للزير وقدر اغير في الرقم دوت مساء خليه 50 خلونا نشوف اللي هيحصل هلاقيها بقت بلاري بالشكل الفضيع دوت هرجعها لي زيرو مرة تانية اقدر كمان اتحكم في الوباسيتي يعني مدى الشفافية بتاعت اللون بتاعي وانا هلاقيه بيغير لي في الوباسيتي او الشفافية بتاعت الشكل بتاعي خلينا نرجعها تاني 100% من هنا بقى هلاقي اوبشنز واختيارات تانية زي مثلا ان انا دلوقتي بتحكم في ان الكلور بتاعي دوت يبقى فلات كالور او زي لون كده سادة هنا اقدر ان انا اضيف جريدينت وقدر ان انا اغير في الجريدينت بتاعي والجريدينت هنتكلم عليه في فيديو بالتفصيل بس هو برضو شبيه الادوب الاستريتولي انا بزود الدرجات تاعت الجريدينت هنا بقالل الدرجات تاعت الجريدينت لو انا مختارة دي كده اقدر ان انا اغير الدرجة بتاعت الجريدينت بتاعتي مثلا وليكن للدرجة دي وهنا بقى الريديال جريدينت لو انا عايزة جريدينت بتاعي يبقى كأنه دائري ومن هنا برضو حاجة اسمها مش جريدينت وبتبقى شبه الشبكة كده شوية ومن هنا لو حابة اصلا الستروك بتاعي يبقى عبارة عن باترن يعني مثلا بقى انا عايزة اغيرها كده الباترن بيضة وهلاقي عندي اوبشنز كتيرة ومتعددة بيكون فيه طرق برضو عشان اغير الباترن ديت هنتكلم عليها بالتفصيل في برضو درس مستقل لوحده وهنا بقى السواتش هلاقي هنا اقدر ان انا اضيف السواتش او الالوان بتاعتي وهلاقي الكالر ويل بتاعتي موجودة تحت مرة تانية بعد كده هلاقي عندي بقى القيمة بتاعة الستروك بينت او اللون الخاص بالستروك وبردو اقدرنا من هنا كده افتح الكالر ويل اختار بقى الستروك بتاعي عايزة يكون مثلا لونه غامق بالشكل دوت ولا عايزة يكون مثلا لونه فاتح بالشكل دوت وبرضو نفس الفكرة بتاعت هذا الالوان والاوبشن بتاع البلار والاوبشن جديد موجودين عندي تحت وهنا بقى الابشن الضروري جدا وهو الستروك ستايل من الستروك ستايل هنا اقدر اختار بقى السمك بتاع الستروك بتاعي قدر ان انا قعد أزود فيه الرقم دو لحد ما اوصل للستروك الي انا عايزاه انا طبعا اقدر ان اختار الواحدة بتاعتي تكون الصمتي ولا بالانش ولا بالميليمترو ولا بالبيكسل كل الاحتيارات دية الوحدات دية موجودة من هنا اقدر اختار الستروب بتاعي عايزة يكون خطه متصل عايزة يكون منقط بالشكل دوت عايزة يكون النقط بعيدة عن بعضها زي ما انتم شايفين لو انا اخترت حاجة داشد او حاجة منقطة اقدر بقى ان انا هنا كده اختار الخطوط تقرب من بعد ولا الخطوط بتاعت ديت او التنقيد او التقطيع اللي في الخطوط دوت يبعد عن بعضه احدد الاختيار اللي انا عايزة ودي مسلا مفيدة لان انا بعمل كتاب تلوين للاطفال وبرسم اشكال وعايزة الاشكال ديت تبقى منقطة عشان الاطفال يمشوا على الخطوط ديت ويوصلوها ببعد اقدر بقى هنا من البترين ديت اختار مثلا النسبة يعني مسلا انا عايزة واحد الى واحد بحيث ان يكون في عندي هنا كده نقطة موجودة ونقطة قديها بالزبط مش موجودة ولا عايزة 1 الى 2 يعني عندي نقطة موجودة وبعد كده نقطتين مش موجودين او ممكن ابقى عايزةها مثلا 2 الى 1 يعني نقطة اللي مش موجودة هي اللي تبقى صويرة وهكزا. بقى دوت بتاع دوت انا بتحكم في الجزء المدبب هنا دوت. ها الزاوية او اللي في الاخر ديت. هل انا حبا يكون الشكل دوت اللي هو التقليدي بتاعي. حبا يكون ان هو دائري شوية. خلونا نقرب عشان اوريكم. هو بقى دائري كده شوية. ولا حبا ان هو يكون مقطوش كده او مقطوع بالشكل دوت. خلونا بقى نجيب الاداية ديت كده. ونرسم بيه خط بالشكل ده. وبعد كده هنضغط على الخط اترسم لي بالشكل دوت. وبردو انا فتحة من يو ديت او هجي هنا كده عند هلاقي طبعا ان انا اقدر ازود بتاع الخط بتاعي بتاع الكاب دوت مخصص اكتر للخطوط. يعني هنا النهاية بتاعت الخط بتاع هي مستقيمة بالشكل دوت. هنا لو عايزها الخط بتاعي تبقى نهايته نعمة او دائرية بالشكل دوت. وهنا برضو ان هو يبقى مربع. او سكوير كاب. لو تاخدوا بالكم ان هنا المربع هو اضافة. يعني مساء خط بتاعي بتكون نهايته هنا بالزبط. والمربع بيكون اضافة لي من هنا. انما الاولانية ديت لأ الخط بتاعي نهايته هنا وبردو نهايته مربعة زي ما هو يعني كأنه مفيش حتة اضافية زيادة. لو جبنا الشكل بقى بتاع المستطيل بتاعنا عايز اقول لكم كمان ان دوت خلونا نزود من هنا كده. حبة حلوين. وان بتاعت الستروك بانت ديت برضو فيها زي الفيل ان انا قدر اخلي نفسه عنده او الوان متدرجة. واقدر برضو ان انا اغير في بتاعت نفسه. قدر ان نفسه برضو يكون عبارة عن اه اشكال بقى مختلفة. اه بسم باترنز بقى واختار من هنا الباترن اللي انا عايزاها. هو اقدر ان انا ارجع واخليه فيل كالر عادي. وفي نقطة مهمة جدا بالنسبة لآآ ودي طريقة كده انكسكيب شغال بيها. خلونا نرسم هنا كده دايرة. والدايرة ديت نديها فيل كالر يكون باللون الاخضر دوت. وهنديها ستروك كالر يكون باللون الازرق دوت. وبعد كده هاختار ديت واضغط بره بعي الشكل دوت. لما يجي ارسم شكل تاني. وديكم مسلا شكل نجمة. ويجي ارسمها. هلاقيه رسمها لي. بقى بالالوان الخاصة باخر شكل انا رسمته. يعني دايما انكسكيب بقى بيحفظ التفاصيل والخواص بتاعت اخر حاجة انا عملاها. فبما ان اخر حاجة انا كنت رسمها هي حاجة لونها من جوة. بتاعها لونه اخدر. والستروك بتاعها لونه ازرق. فالشكل اللي هرسمه بعد كده هلاقيه برضو بنفس الالوان بتاعت اخر حاجة انا مختراها. وفيه بقى كمان حاجة مهمة جدا. وهي ان احنا لو حابين ان احنا نلغي دوت. واحنا محددين الشكل بتاعنا بالشكل دوت. نيجي هنا كده ونضغط اللي هنا ديت. واحنا وقفين في. طيب حابة ان ارجع تاني هروح رجع تاني عند الفلات كالور. طيب حابة بقى ان برضو الفل كالور بتاعي يعني يبقى شفاف. يعني عايزة بس شكل خارجي من بره ومن جوه يبقى شفاف. برضو هاجي هنا كده وهضغط الاكس ديت عشان الغي. حابة ارجع تاني هضغط هنا برضو عند الفلات كالور. وبس كده دي كانت اهم حاجة للدرس بتاع النهاردة. اتكلمنا عن الفل والستروك وازي نختار الالوان وازي نغير فيها. الدرس دوت يعني يعتبر من الاساسيات المهمة جدا جدا اللي هتفيدكم بعد كده. لان زي ما قلنا از عرفنا الاساسيات كل حاجة بعد كده بتكون سهلة. وازا عرفنا القواعد والقوانين بتاعت حاجة معينة. ده بيسهل علينا ان احنا نبدع ونقدر نكسر القواعد والقوانين ديت ونعمل حاجات ابداعية وحاجات كرياتيب وحاجات مختلفة. فلو عجبكم الدرس بتاع النهاردة ما تنسوش تعملوا سبسكريب تفعلوا الجرس وتختاروا اول عشان يمتعكم كل جديد. كمان تقدروا تطبعوني على المدونة فيسبوك تليجرام وانستجرام. هسيب لكم كل الرابط دي تحت في صندوق الوصف. ودلوقتي كمان تقدروا تدعمونا بشكل مادي عن طريق زرورة او القلب اللي موجود تحت الفيديو هنا على قناتنا على اليوتيوب. والى لقاء في درس جديد دمتم بخير باي باي.